نبقى في أجوال احتجاجات الأخيرة أقطابون في حكومة ناتانياه اتهموا إدارة بايدن الأمريكية بمحاولة التأثير على إسرائيل فهي لم تكتفي برفض استقبال ناتانياه فحسب بل تناصق مع قادة المعارضة كما تهموها المتابع للعلاقة بين البلدين إسرائيل والولايات المتحدة سيلحظوا أن خطوات كهذه اعتبرت تدخلا في شأن الداخلي حصلت في مرات سابقة غالبا ما كان الهدف منها تحريك عجرة السلام لا تعد إسرائيل منفصيلة تماما عن ظاهرة تدخل الأمريكي في شؤون الداخلية للدول أو على الأقل محاولة التأثير على سياساتها فهي تواجه هذا الأمر منذ عقود أبرز الأمثلة حدثا بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 إذا ما رفضت واشنطن استقبال وزير الأمن على ذاك أريال شارون لحوالي عقد أو إلى التسعينات جمدت إدارة جورج بوش الأب منحة قدرها عشرة مليارات دولار لحكومة شاميري ليكودية كونها لم توقف الاستطان في خطوة يعتقد أنها ساعدت على إسقاطها وما هدت الطريقة لعودة حزب العمل بزعمة إسحق رابين بل كلينتون أكمل مساعي دعم حكومة حزب العمل لدعم عملية السلام مع الفلسطينيين فأشرف على قيمة شرم الشيخ عام 96 وحافظ على لقاءات شخصية مع رئيس الوزراء شيمون بيريس فيما ظل تاقمه على تواصل دائم مع تاقم حزب العمل الانتخابي في محاولة لتجنب الخسارة أمام بن يمين تنياهو عاد كلينتون ليحاول الكرة مع حكومة حزب العمل بزعمة أهود باراك عام 2000 فنظم أقمة كام ديفيد مع ياسر عرفات قبل انتخابات 2013 ضغطت إدارة باراك أوباما على نتنياهو ليتحالف مع حزب كديمة بدلا من حزب إسرائيل بيتانو وكثيرا منتقد أوباما نتنياهو شخصيا وفي العام 2016 امتنعت إدارته عن استخدام الفيتو في قانون المناهض للإستيطان في مجلس الأمن يستمر التأثير في عهد بايدن ولو اختلفت الأسباب والوسال والتي توجت برفض استقباله بسبب خطة التعديلات القضائية وحول هذا المنضوع ينضم إلينا هنا في ستوديو السفيران السابقان في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة سيد مايكل أورن وكذلك سيد داني آيالون أريد أن أبدأ معك سيد داني إلى أي مدى فعلا الولايات المتحدة اتخذت خطوات أثرت على السياسات الداخلية الإسرائيلية فمجرد استقبال شخص مسؤول إسرائيلي عن عدمه أو تقديم مساعدة أو تجميدها يؤثر في الداخل الإسرائيلي هذا أمر غير مسبوك أنا لا أقول أنه لم تكن في الماضي خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة لكن كان دائما إطار إطار على ما نتفق وعلى ما لا نتفق دائما الأهداف كانت مشاركة لكن علينا أن نذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة حالفتان طبيعيتان وهناك أمور كثيرة تربط فيما بينهم ليس فقط القيم ولكن مسائل كالأمن والإستراتيجية إسرائيل تساهم في أمن الولايات المتحدة الاستقرار الإقليمي الذي سببه إسرائيل مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة ولكن الأمريكيون لا يستطيعون أن يروا حكومة تقسم الشعب في إسرائيل من ناحيتهم حينما يكون الشعب الإسرائيلي مقسم النظرة إلى إسرائيل في المنطقة أن إسرائيل تضعف وهذا يمكن أن يزعزع الاستقرار ويرفع أسعار النفط ويشجع أداء إسرائيل قلت هذه خطوة غير مسبوقة لكن لو عدنا إلى الوراء يقال أن خطوة جورج بوش الأب بتجميد مساعدة عشرة مليارات دولار لإسرائيل أثرت كثيرا وأضرت حكومة تسحاق شمير بالتأكيد أن هذا أثر ولكن المسألة كانت حينها مسألة خلاف سياسي بشأن الاستيطان كان أنذاك خلاف بين شمير وبوش الأب ولكن هنا المسألة متعلقة أكثر بالقيم حول وجهة إسرائيل في فضاء الدول الديمقراطية وهذا أمر يزعج الأمريكيين وطبعا هم يرون الحكومة المتطرفة اليوم في إسرائيل وفيها بينكبير وسموتريتش ونتنياهو لا يتحكم بالإثنين وكل هذه الأمور تدفع الحكومة الإدارة الأمريكية أن تعارض خطة الإصلاح سيد أورن ما هو المحرك والدافع الأساس للولايات المتحدة لكي تحاولت تأثير على السياسات الداخلية الإسرائيلية وهل كانت تفضل طيفا سياسيا إسرائيليا محددا لأنه على الأقل بحسب التقرير الذي شاهدناه وكانها كانت أميلا لحكومات حزب العمل ومن تريد الجلوس مع الفلسطينيين أنا أوافق مع كل ما قاله صديقي داني ولكن أنا أريد أن أشدد على نقطة نقول في علم النفس أن المشكلة المطروحة الظاهرة ليست هي المشكلة الحقيقية جو بايدن يهتم بخطة الإصلاح والديمقراطية في إسرائيل لكن ما يهمه هو هذا الردع العميق من وجود وزراء كبينغفير واسموتريتش في الحكومة كل تصرفات الحكومة الحلية فيما يتعلق بالملف السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية الإدارة لا تستطيع تقبله والإدارة تسعى لمصالحة إسرائيل والسعودية وما يحول دون ذلك بالأساس هي سياسات إسرائيل والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالضفة الغربية وداخليا هناك سياسات داخلية أمريكية جو بايدن لا أقول أنه يساري لكنه يتزعم حزب فيه جناح تقدمي يساري جدا غير راض عن سياسات الإدارة تجاه إسرائيل فالإدارة عهدت بفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية هذه الإدارة من وجهة نظر هذا جناح لا تدين الاستيطان ولا تحرك المحوضات السياسية لذلك بايدن مضطر لإرضاء هذا جناح في حزبه جميلة سيد رئينا نحاول أن أفهمنا الصورة الكلية لهذا المصار في العلاقات بين البلدين بحسب ما أرى منذ أيام بيجن مرورا بشامير ونتنياهو في حكومات متعاقبة كانت الحكومات الأمريكية بالأخص إن كانت ديمقراطية وكانها أقصى ناحية إسرائيل تفضل الحكومات التي يترأسها أشخاص يدفعون بعجلة السلام مثل سحق رابين باراك بريس ألا توفقني الرأي يعني بدون أن نحصل موضوع في الحكومة الحالية هذا صحيح وهناك أفضلية وكلينتون تدخل لصالح باراك في انتخاباته ضد نيتانياهو في نهاية المطاف وأعتقد أن داني سيوافقني لإسرائيل مصلحة استراتيجية عليا بأن تحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الجمهوريون والديمقراطيون على حد سوا ولا قدر الله لا يجب أن نتحول إلى كرة في مباراة الانتخابات الأمريكية وأخشى أن هذا قد يحدث في الانتخابات القادمة سيد أيالون أنا سألت أورين عن الدافع المحرك وراء الولايات المتحدة لكن ما هو الدافع لإسرائيل بمعنى ألا تعتبرها ازدواجية في المعايير عندما تخاطب إسرائيل ود الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر مصلحتها وتلقيها الأموال لكن حين تنتقد الولايات المتحدة إسرائيل لا يعجبها هذا الأمر إسرائيل وهذا الأمر رأيناه في حقبة أوباما بداية أن نعرض الإدارة كمعادل إسرائيل هذا خطأ ومن الأمور التي تخلق هذا البعد بين نيتنياهو وبيدن هي أن هناك أشخاص في الحكومة ينتقدون الإدارة الانتخابية بشكل غير مسؤول وفاض لا شك أن إسرائيل لا تستطيع أن تتعاطى مع أمريكا كدولة تحاول أن تؤذينا علينا أن نذكر العلاقات المميزة بين إسرائيل والمتحدة لديهم وجهتان لا يوجد أي علاقات شبيهة بالعلاقات الإسرائيلية أمريكية في العالم كما قال السفير توم نايتس السفير المنتهي في ولاياته وصف العلاقات الإسرائيلية أمريكية بعلاقات عائلية وفي العائلات هناك حب والواحد يساند للآخر ولكن في بعض أحيانا هناك خلافات ومشاجرات وتدخلات في أمور الآخر الإسرائيل تتدخل أيضا في القضايا الداخلية الأمريكية وكذلك في الولايات المتحدة لذلك يجب أن نفهم أن هذا يتم في إطار مقبول وأن لا تنزلق الأمور إلى مسارات غير مرضية للطرفين هل فعلا كانت في إطار مقبول وقت أوباما؟ وأنت تذكر التوتر تذكر عندما خاطب نتنياهو في الكونغرس وتذكر أيضا قرار أوباما في مجلس الآمن ضدال السيطان بالتأكيد وصديقي مايكل أورن الذي كان سفيرا ممتازا في فترة أوباما التي كانت فترة صعبة رغم أن أوباما هو صديق كبير لإسرائيل ولكن كل هذه المسألة أن نناكف الولايات المتحدة ونتوجه كما توجه نتنياهو إلى الكونغرس رغما عن موقف نتنياهو أنا كنت ضد هذه الخطوة وأيضا مايكل كان ضد هذه الخطوة مسألة الأحزاب في الولايات المتحدة متى تحولت إسرائيل إلى مسألة جدلية بين الحزبين كان ذلك في فترة أوباما ونيتنياهو هذا يعود ليس فقط لسياسات نتنياهو لكن أيضا لسياسات أوباما الذي نرى أنه كان ينتمي لجناح آخذ بالتوسع في الحزب الديمقراطي الجناح التقدمي ونرى أن بايدن اليوم هو أكبر صديق لإسرائيل في الحزب وفي الولايات المتحدة هذا صحيح أن أعرفه جيدا وبيدن مؤيد لإسرائيل على مدار سنوات كانت هناك قاعدة في علاقات مع الولايات المتحدة قاعدة تقول أنه لا يوجد ضوء بين الطرفين توجد خلافات ولكن سعينا للحفاظ على الخلافات في الكواليس وأن لا نخرجها إلى العلان بمعنى أن خصومنا المشتركون لم يستفيدوا من هذه الخلافات هذه القاعدة تم الإخلال بها في فترة أوباما ومن ثم في فترة ترامب وهي تعود في فترة بايدن من حق الرئيس أن لا يدعو زعيم لا يريد دعواته هذا أنه ينتقد رئيس الوزراء بشكل علني هذا خرق لهذه القاعدة أنه يهاجمنا هذا أيضا يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الذين يشاهد خصومنا أننا في علاقات سيئة هذا لا يعزز مصدقية الولايات المتحدة بالضبط ما تقوله يخودني إلى سؤال التالي متى يخرج الأمر عن نطاق المقبولية أي عن الهامش المقبول به من الطرفين يعني يمكن أن تتمادى الولايات المتحدة بحسب البعض ويمكن أن تتدخل في تعيين وزراء هذا ما قد يقوله أعضاء في الحكومة الحالية أنا أعتقد أن هذا أمر سياسي هذا سلاح ذو حدين لأنه في الليكود هناك من يقول أن الرئيس يثأر من نتنياهو لذلك نرى وزراء الليكود يتوحدون حول نتنياهو وفي سطلعات الرأي نرى أن الدعم بنيتنياهو زاد في الأسبوعين الأخيرين منذ بدء هذه النقاشات نعم الآن الأمور تأخذ منحنا غير مسبوك بحسب إجماع البعض وبحسب ما قلت أنت الحكومة الحالية تتهم الإدارة الأمريكية بأنها تتدخل لصالح المعارضة معارضون يريدون أن يقفوا أمام السفارة الأمريكية هذا الأمر ألا يعد تدخلا سافرا سياسيا أمريكيا في شندخل الإسرائيلي انظر الأمريكيون يحرصون على القول أننا لا نملي عليكم هل تقومون بالخطة الإصلاح أو أي خطة إصلاح هم يقولون نقوم بذلك من خلال التوافق ونعود للمصلحة الأمريكية بأن تكون إسرائيل قوية في المنطقة وحينما هذه الخطة تؤدي إلى انقسام وإلى هذا الشرخ في الشعب الإسرائيلي هذا الشرخ يضعف إسرائيل وبالتالي نعود إلى النقطة الأولى أن هذا يشجع على عدم الاستقرار في المنطقة لذلك ما يقول له الأمريكيون أننا لدينا الحق أن ننتقد ونقول لا نملي عليكم لكن نحسكم على التوافق لكلا يضرنا أيضا هذا الخلاف لكن أيضا سيد أورين أنقل المنبر إليكم لم يكتفوا بالحديث عن أن تتوافقوا فيما بينكم قالوا هذه الخطة تضركم وتبعدكم عن كدولة نشترك معها قيم الدموقراطية لهذا سبب الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل باعتبارها منارة الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط الآن هذه المنارة وكانها تهدم واضح أن للولايات المتحدة مصلحة أن تكون إسرائيل قوية دموقراطية ومتكاملة أنا لا أذكر أي لقاء لا مع مسؤول دموقراطي أو جمهوري بدأ بالحديث عن القيم المشتركة الدموقراطية فيما بيننا وكل مس بالقيم الدموقراطية هو مس بالمصلحة مع العلاقات الأمريكية هو مسا استراتيجيا ومسا أخلاقيا بالعلاقات بايدن يقول أن تهمه الدموقراطية الإسرائيلية وأنا أتواقع من الحكومة الإسرائيلية أنه وهو لا يشكك في حق وقدرة الحكومات على القيام بإصلاحات في الدموقراطية ولكن أن تقوم بذلك من خلال تفهمات واسعة إذا مضت الحكومة الحالية قدما وتمادت في هذه الخطة وكثرت الاحتجاجات ما هي خطوات الإدارة الأمريكية هل تكتفي بالتصريحات يا سيد أيلون؟ الأمريكيون ما يمكن أن يقوموا به هو عزل الحكومة علينا أن نذكر أن الرئيس هيرتسوك سيصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم هيرتسوك هو يمثل الدولة وشعب في إسرائيل وهذا هو التمييز الذي يقومون به هم سيستمرون بدعم إسرائيل ولن يكون هناك أي تغيير في التعاون الأمني الاستراتيجي الاستخباراتي الهم جدا للدولتين ولكن من الناحية السياسية يمكن أن نسمع تنديدات الفيتو الأمريكي يمكن أن لا يصبح مفروغ منه وهم سيفكرون في كل تصويت ويمكن أن نرى أن هناك نوع من الفتور يساعد الخصوم أن هناك خلافات يمكن لهم أن يدخلوا فيما بينها مثلا الأوروبيون الذين من الناحية السياسية أكثر نقديين تجاه إسرائيل هذا سيزيد من انتقاداتهم ضد إسرائيل وأيضا في الداخل هذا سيشكل تحدي في المنطقة بجملة هذا لن يؤدي بشكل أو بآخر إلى أسقاط نتانياهو ما نتحدث به الآن لا أعتقد ولكن هذا سيضر بنا بشكل مختلف إذا ما اضطررنا للذهاب والخروج في حرب غدا وسنحتاج أن تزويدنا الولايات المتحدة بسلاح أو فرض حق النقل الفيتو في مجلس الأمن قدراتنا على الاتكاء على الولايات المتحدة وأن تعطينا الخدمات الحوية سيتم تخفيف هذه الفرضيات هل سوف تلجأ بجملة صغيرة هل سوف تلجأ الولايات المتحدة على قرار في مجلس الأمن يضر بهذه الحكومة برأيك لا أعتقد هذه خطوة بعيدة المدى لكنها يمكن لها الإدارة أن تمتنع بالتصويت كما فعل أوباما في مجلس الأمن في نهاية ولاتها الثانية وامتناع في مجلس الأمن هذه رسالة وتشكل أرضية لمحكمة أجينات الدولية بتشجيع المقاطع لإسرائيل لافت جدا لانتباه أشكرك سيد مايكل أورين دكتور مايكل أورين وكذلك سيداني أيلون حضرتكما السفيران السابقين في الولايات المتحدة لإسرائيل شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم